بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة جريت 6 تعالوا نكمل كلامنا بعد معرفنا البارتس اللي موجودة في المايكروسكوب نفهم بقى ونشوف ازاي نقدر نعمل سامبل او سلايد ونتفرج عليها تحت المايكروسكوب ده بس ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا يريد تعملوا سبسكرايب للقناة وتفرحوني بلايك وشير وكومنت على الفيديو وتنورونا كمان على الفيسبوك الجروب والبيج وعلى التليجرام يريد كمان تنشروا القناة بين اصحابكم وحبيبكم وتعرفوا كل الناس بيها يلا نكمل سوا اخر جزء في لسون 2 كنا شفنا المرة اللي فاتت البارت اوف مايكروسكوب وشفنا الاي بيس اللي انا ببص منها وشفنا الابجيكتف لانس اللي الابجيكت اللي انا بتفرج عليه او السامبل محطوطة قدامه وشفنا كمان الكورس فوكس والفاين فوكس وشفنا ان الابجيكتف لانس دي فيه منها كذا واحدة وكل واحدة ليها فوكسينج باور ليها على حسب انا عايزة اشوف الحدوتة من بعيد شوية ولا عايزة اقرب وادخل في الديتيلز وشوف الكمبولنت بتاعة السل النهاردة بقى حنجرب ونشوف ازاي نقدر نستخدم المايكروسكوب ده وزي ما اتفقنا اللي منكم عنده قريب في كلية صيدلة او في كلية علوم او حتى في كلية طب او حتى يعرف حد عنده او يقدر يوصل لمايكروسكوب نستلفه منه ونتفرج عليه واللي ما عندوش الفرصة دي هنتفرج سوا عليه ونشوف هنعمل ايه بالزبط علشان اعمل prepare لسامبل واتفرج عليها تحت المايكروسكوب هنعمل preparing للسلايد لبلانت سل هنجيب الاول الادوات سهلة وبسيطة خلص اول حاجة هنستأزم ماما كده في واحدة onion سغنونة بصلايا سغنونة كده ويبقى معينا forceps forceps ده اللي هو الملقاط السغنان معينا كمان dropper ممكن ناخدها من دواء بتاع اخونا سغنان ولا حاجة نستأزم ماما لو الازيزة دي خلصت ناخد ال dropper دي وحاجة اسمها glass slide وحاجة فوقها سغنونة اسمها cover slip ال glass slide دي حتة glass كده كبيرة شوية ويه ال cover slip دي حتة glass بس روف انطاعة خالص ارفع من ال slide وسغنونة كمان طيب كده معينا ال onion والforceps وال dropper وال glass slide والcover slip بتاعنا هستخدم الفورسps ده علشان اعمل separate لثن من برين من واحدة من ال onion pieces لو جيت فتحت onion فتحت البصلايا كده هتلاقي ما بين كل واحدة من البصلة دي والتانية من برين رفيع خالص حاجة خفيفة خالص كده لونها شفيف وخفيفة خالص ما بين كل واحدة من البصلة دي واللي وراها اهو احنا هناخد حتة من الميمبرين ده واحط الحتة دي على الجلاس slide بتاعتي اهي استخدمت الفورسps بتاعي وشلت حتة من هنا وحطيتها على ال slide وقمت جايب التروبر دي ونقضت كده two drops of water على الميمبرين ده وحطيت فوقها الكافر ليه يميز حطينا الووتر علشان كل الحاجات دي تمسك في بعض كده واقدر اشوفها من غير فراغاتنا بينهم في المايكروسكوب وقلنا هعمل كافر بقى واتفرق تحت المايكروسكوب هديني جبت الانيون اهي واستخدمت الفورسps بتاعي علشان اعمل سيباريت للميمبرين الصغنون وحطيت الميمبرين ده على الجلاس slide بتاعتي وحطيت drop of water وعملت لها cover بال slide طيب وبعدين انا مش قادر اتخيل كده يميز الحدود طيب تعالي نشوفها الحد ما هنوصل هنا نعمل الكلام ده ازاي ايدي الحدودة اللي بنتكلم عليها اهي هنجيب السلايد بتاعتنا اهي وادي الكافر الصغنن وهنا حاطت الدروبر في حاجة اسمها ايو دين نفس فكرة الووتر بس هتدينا اللون بس وجبنا حتة من الانيون اهي واخدنا منها slide رفانطوعة خلص ادي اهو هياخد الميمبرين اللي بنتكلم عنه بص هنا هو بيعرف يشيله بايده عادي عشان هو عارف الحدودة دي وعملها كتير قبل كده اخد الميمبرين اللي بنحكي عليه اهو وبص حطه على slide تمام وبعد كده يميز هيعمل ايه هيحط drops من الووتر او هنا الليكود اللي عندنا اللي حيدينا لون شوية علشان نشوف الحاجة بشكل اوضح تحت المايكروسكوب وبعد كده حقوم عاملة cover للسلايد دي بالcover slip اللي قولنا عليه الكافر اهو بص كده وحطه على طول طيب وبعدين هيحطها بقى تحت المايكروسكوب ويتفرج على الانيون من برين دي يشوفها تحت المايكروسكوب عاملة زيه يفضل يقرب لغاية ما يوصل للشكل اللي قدامه ده ولو عايزة اقرب اكتر واشوف الparticles السغنانة اللي هنا جوه السل ممكن استخدم برافو عليك الpowerful lens اكتر من اللي انا مستخدمها شوية وهكذا كده الحدوتة اظن واضحة تعالوا نشوفها مكتوبة ازاي زي ما اتفقنا اهو وصلنا ان احنا عملنا cover للسلايد بالcover slip تعالوا بقى نشوفها تحت المايكروسكوب زي ما اتفقنا حطينا السلايد بتاعتنا على الستيج وعملنا لها fix بالستيج clip اللي اتنين clips اللي كانوا موجودين على الستيج دول علشان يمسكوه للسلايد واختار بقى الobjective lens اللي انا عايزها وlook through the eye piece حبص على السلايد بتاعتي من ال eye piece اللي هي كانت فوق خالص في التيوب وبعدين افضل اعمل rotate للcourse focus ولل fine focus لغاية مشوف clear image حلاقي ايه بقى يمس حلاقي الشكل اللي قدامي ده لو انا بصيت او عملت examine ليه اللي سلايد دي بال low power objective lens حلاقي السل شكلها small اهي السل سغنونة اهي وجنبها سل كمان سغنونة اهي لكن لو انا بقى عملت examine للسلايد دي بال high powerful objective lens بص حلاقي السل بالشكل الاكبر ده طبعا لو زودت ال power كمان ممكن ادخل جوه السل وشوف ال particles اللي موجودة وال parts اللي موجودة جوه السل الفكرة كلها ان انا فعلا قدرت استخدم المايكروسكوب واجيب image اجيب صورة انا استحالة كنت حقدر اشوفها بال naked eye بتاعتي استخدمت low power شفت حاجات ما كنتش شايفها بال naked eye بس small size وكل ما استخدم ال power الاعلى منه هشوف ال size بتاعها اكبر وشوف details اكتر بكده حبيبي يكون خلص listen to اتمنى يكون بقى اسهل وابسط ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق